نحن نحضر دحين أي مباراة إحنا كان يساء موجودة مو بس الأشياء الترفيهية ترى منتشرة كثير عندنا في سعودية وبدأ من الهيئة العامة للترفيه وبتنظيم المجموعة MBC تقدم مسرحية ولد بطنها بطولة الفنان طارق العلي وعبد الرحمن العقل طبعا المسرحية تتناول قضية النفاق الاجتماعي لكن بحس كويدي هادف وبعد الرياض سينتقل العرض المسرحي إلى جدة بحول الله مع نهاية هذا الأسبوع مسائل الخميس والجمعة المقبلين التفاصيل أكثر مع الزميل سعد الحمار دعنا نرى تقرير هذا حظي أهالي مدينة الرياض من محبي وعشاق الفن المسرحي بعرض للفنان الكوميدي طارق العلي بليلة مليئة بالفرح والتوعية وبأسلوب اجتماعي كوميدي لمسرحية ولد بطنها المسرحية تتكلم عن شخصية إنسان أخذ منصب ويتأمل أن يكون يجددو له في مكان آخر في تجديد آخر لكن ما يحالف الحظ الناس كلهم كانوا في منصب الكل يبي ويقف معا واللي كل يبي يساعد وانت عارم يكون واحد في شخصية في مكان معين لهم قيمتها ولهم مكانتها ولهم منصبها فالكل يتودد دوري دور شخص بخيل انتهازي عنده بنت جيكرة مسوية حادث ولازم يزوجها ولد الوزير علشان البيزار صاحب النفوذ وابن البلد القديم ذو السلطة المؤقتة هو اليوم في أفضل حالاته ولكن بعد أن يفقد هذه السلطة لن يتبقى أحدا بجانبه راح يتفاجعون الجمهور بإحداث يا رجل ما عاش فيها ولد وطنها لأن مصلحة الوطن مصلحة البلد تفوق كل إنسان كل يضحي وكل إنسان مقصر يحاسب دوري أنا مسؤول متباهي بنفسه وما يقعد في مكتبة وهذا إلى أن قالوا له يا أبوي توكل على الله قال أنا ولد فلان قال حبيبي ما فيها ولد فلان المصلحة العامة فوق كل شيء بدأ العرض دون تحديد وقت لانتهاء المسرحية فهي قائمة على أن يتشبع الجميع ويتفهم مقاصد الرسالة الاجتماعية دوري بالمسرحية شخصية فهد ولد المسؤول الكبير الفنان طار العلي الولد الطايش الغير مسؤول المعتمد على والده إنه والده صاحب نفوذ لكن هذا الولد بعد ما يشوف اللي يصير مع أبوه من نفاق اجتماعي والناس تترك أبوه يخلونه لمن يطيح ويتخلى عن منصبة أو يشيلونه من منصبة يحس بقيمة أنه لازم الولد يكون يحتمد على نفسه وما يحتمد على وجاه أبوه النفاق الاجتماعي والمصالح المؤقتة لا زالت مستمرة